لا تفوت الإدارة الأميركية الحالية والتي تستعد لمغادرة البيت الأبيض لا تفوت يوما دون الاستمرار بسياسة رأتها الأنسب لمواجهة خصومها من الصين إلى إيران فروسيا فنظام الأسد مزيد من العقوبات تطول كيانات وأشخاص ترى واشنطن أنهم ضالعون بأعمال محرمة ففي لقاء مع الاتلاف الوطني قبل أيام يكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن أن بلاده ستصدر الحزمة الخامسة من العقوبات ضمن نطاق قانون قيصر والتي ستستهدف أشخاصا وكيانات على ارتباط بنظام الأسد وروسيا وإيران يقول الاتلاف الوطني أن قائمة العقوبات الخامسة ستصدر الشهر الجاري وستضم أسماء عشرين شخصا وكيانا معظم تلك الكيانات على صلة اقتصادية وعسكرية بالنظام والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه معتبرا أن العقوبات الجديدة ستحد من حركة النظام الاقتصادية والعسكرية وستلعب دورا في تقييد أنشطته الأمنية قرابة ستة أشهر مرت على دخول قانون قيصر حيز التنفيذ قانون أثقل كاهل النظام وبات أحد شروطه في المحافل الدولية هي إيقاف تلك العقوبات عليه وأمام ترقب الحزمة الخامسة يطمئن رايب المعارضة السورية لا تقلقوا فبايدن سيسير على المسار ذاته ولا تتغير قوانين نافذة بتغير أشخاص في الإدارة الأمريكية